في الفيديو ده انا هشرح لك ازاي بقدر اتعلم لغة برمجة جديدة وكمان هاديك مثال عملي على حاجة انا بعملها دلوقتي دي مش مجرد نظريات ولا حاجة ده دي حاجة انا باستخدمها في حياتي دايما لما باجي اتعلم اي لغة برمجة جديدة فيلا بينا السلام عليكم يا شباب الاخبار فيديو جديد انا احمد سامي والنهاردة انا جاي اتكلم معك في موضوع مهم وهو ازاي انا بتعلم لغة برمجة جديدة فقبل اي حاجة طبعا لازم افهمك انا مش مبتدئ في البرمجة يعني انا يا راجل بيستخدم البرمجة بقالي فترة طويلة جدا وبعمل بيها مشاريع وده شغلي اساسا فدي برضو حاجة لازم ناخدها في الحسبان تمام طيب ازاي انا بتعلم لغة برمجة جديدة طب هناخد المثال العاملي ده ازاي لان انا مش عايز برضو اقديك معلمات نظرية خالص احنا عايزين نشوف الموضوع بيتعمل ازاي فهدي لك مثال انا من حوالي مثلا اسبوع او عشر تيام بدأت اتعلم لغة برمجة رست طيب هقولك ليه رست وجات ازاي في الاول بمنطقة البساطة انا كنت بستخدم لينيكس كالعادة وفيه ادوات انا بستخدمها لها الحاجات اللي بتعمل سكان للاي بي وبتجيب بيانات وحاجات زي كده تمام وكان فيه من ضمن الادوات ديت لازم اقول اسمها ايه بس كان فيه اداة بتعمل ايه بتعمل زي اختبار كده لمواقع تمام بتجرب المواقع بالكامل وبتجرب كل الرابط اللي فيه وبتجيب كل البيانات اللي في كل رابط موجود في المواقع تمام بالنسبة لمواقع كبير دي حاجات تاخد شغل كتير اوي لكن الادا دي كانت غريبة جدا لانها كانت سريعة اوي انا فاكر استخدامها كويس وسهلت علي شغل يومها انا بصراحة انبهرت طب هتيجي ندور على الادا دي شوية فدخلت في جوجل وبدأت ادور على الاداة انا مبسوط ان شغل يخلص لكن انا هزعرف شغل يخلص ازاي السرعة دي جات منين فلما دخلت على جوجل لقيت ان الادا دي معمولة بلغة برمجة راست راست انا يعني انا بقولك وقتها وانا بفكر كده ايو انا سمعت عن راست قبل كده فالبس يعني اكيد مش بالسرعة الرهيبة دي فلما دخلت ادور فلقيت ان راست لغة شبه C++ يعني لغة من اللغات السريعة جدا لغة من اللغات اللي بتقلل الاخطاء البرمجية اللي انت بتقع فيها بشكل كبير قوي وسريعة وقوية وحاجات كده كويس تشتغل على اي نظام تشغيل طب كويس فبدأ الكلام نفسه يدخل دماغي وراست بتعمل برامج سطح مكتب بشكل سريع جدا وكمان ليها شغل في الويب طب ما نيجي نشوف بقى ايه ايه موضوع راست ده وازاي بنستخدم تمام فزي ما قلت لك الفكرة الاولى بدأت في شوية مقالات على الانترنت ان انا اقدر ادور على مقالات عن الانترنت وابدأ افهم ايه الفكرة اللي بتتكلم عنها راست وبعض المواقع اللي بتتكلم عن البرمجة فدي كانت الخطوة الاولى ان انا اخد فكرة عن اللغة اعرف انا هادرس ايه وهتعلم ايه فلما اخدت فكرة كويسة عن اللغة قلت قبل ما ابدأ انا لسه متعلمت هاش واخبالك انا دروايتي لسه متعلمتش اللغة اصلا انا ايضبك بس اخدت فكرة ايه هي اللغة اللي انا هتعلم في العلوقة بعد كده بدأت ابص بص يقولوا ايه من بعيد كده على اللغة طب ديت ازاي من الموقع بتاع اللغة نفسها بدخلت على موقع اللغة وبدأت اشوف الناس دي كتبة ايه بدأت اشوف مثلا عدد الناس اللي حملت اللغة بدأت بص على الانستليشن انا لسه ما بطبقش اي حاجة انا دروايتي بس مجرد ان انا فاتح المتصفح بتاع جوجل كروم وعمل بلف كده بقرأ شوية معلومات معلومة من هنا ومعلومة من هناك عشان ايه اشوف انا هاقتنع ولا لا اشوف اللغة بالنسبة لي شيء مناسب ولا مش مناسب فبدأت اشوف مثلا الشكل العادي والحاجات دي طيب انا لسه ما اتعلمتش ندخل في ايه بعد كده بعد كده روح بدأت ابحث عن المشاريع المبتدئين اللي ممكن تعملها باللغة كويس طب هتقولي طب انت لسه ما تعلمتش ايه انا لسه ما تعلمتش بس انا عندي مبدأ ما بحبش اتعلم حاجة مملة التعليم الممل بيخلينا سيبي الحاجة وامشي انا ده طبيعتي انا تعودت على نفسي كده ما اقدرش مثلا اقعد اسمع عن بتاع مثلا 30-40 فيديو وتقول وكون لسه ما تعلمتش حاجة او ما طبقتش حتى انا ده بعمله في كورسات البرمجة بتاعتي ان انا بخليك تطبق دايما احنا بنتعلم بالتطبيق بنتعلم بان احنا بنعمل برامج بنتعلم بان احنا بنعمل ألعاب في الكورسات عندي ليه؟ لان انا شايف ان انا لم أعدى اديك معلومات من غير ما انطبق لاي وقت يعني مثلا اقعدت مثلا نفطات 15 دقايق اديك في معلومات من غير ما انت اطبق انت هتمل مش هتفهم مش هتستعب انا بقول ايه وحتمشي وتسف قالوا جدا الكلام اللي احنا قلناه ده طعيب بعمل ايه بعد كده؟ شفت مشاريع من المشاريع المبتدئين اللي معمولة باللغة عايز افهم كدرات اللغة ببساطة ايه فالمهم روحت ايه؟ جبت مشروع من المشاريع دي وبدأت ابص علي كان موجود على جيت هب حملته وبدأت ابص علي والله لقيت اللغة شكلها مش غريب مهو ما فيش لغات برمجة مبتكرة اصلا يعني هما مش هيخترعوا شكل جديد عشان يضيقوني ويضيقوك ويضيقوا نفسهم بي والله لقيت شكلها منطقة ساعتها رحت داخل على الموقع بتاعها برضو عشان اشوف الموضوع وروحت فاتح كورس من الكورسات حد من الناس اللي ما بتابعهم جمدين جدا نجي بقى لجزء الكورسات او لجزء التعليم انا عارف انا عاوز ايه يعني ايه الكلام ده فاهمها لك بشكل تيه انا عارف الاسلوب اللي بينسبني في التعليم وده اهم شيء في الموضوع كله فاكر لما انا كنت بتكلم معاك في فيديو لقى طريقة تعليم البرمجة دي المكفوفين باكتلك ان الاهم حاجة ان انت تفهم انت محتاج ايه وحتتعلم باني طريقة في ناس تحب طريقة التطويل وهم ده بالنسبة لهم طريقة التطويل والموضوع يبقى ايه ياخد وقت طويل فاني تتشرح لي فممكن يسمع كورسي خمسين ساعة ما عندوش مشكلة انا لأ ما قدرش انا يعني اسمع كورسي ساعة او ساعتين باقصة تقدير للغة ويكون فيديو واحد انا ده دماغي ما حبش الشخص اللي يطول في الشرح لان انا اساسا فاهم بدايات البرمجة في كل اللغات التانية يعني انا مش عايز حد يقول لي والله هو الفاريبل يعني ايه طب ما انا عارف فاريبل يعني ايه وفانكشن يعني ما انا عارف فانكشن فعليا بتشغل ازاي وإيه لازمتها واستخدمها وباستخدمها بقى لي عشر سنين فانعايز اعرف الشكل في الكود عمل ازاي تمام فدي كانت الفكرة الاولانية فدورت على فلان على اليوتيوب فهو لقيته برضو ايه شرح اللغة هو لي ساعتين بس اللغة حرفين كلها وما سابش حرفة في اللغة لكن زي ما قلت هو طريقته مهيش للمبتدئين وهو طبعا اجنبي المهم روح تجايب الفيديو بتاعه فتاب من تبات المتصفح وجايب الموقع بتاع رست تاب التانية واضح الجهاز بتاعي وبدأت اشوف خطوات التسبيت فدخلت على الموقع وليت التسبيت بتاعه ايه الويندوز فليت ويقول لي والله الطرق بتاع التسبيت واحد اثنين ثلاثة فهوب هوب 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 روح تجاي ايه مكرر الطرق اللي هو عملها في الموقع يعني شفت طريقة التسبيت بتتثبت ازاي ورح تجايب تثبتها عندي برضو ايه على الكمبيوتر بتاعي كده احنا في السليم وبعدين بحثت عن ازاي اقلر استخدم راست مع فيجر الستوديو كود لان فيجر الستوديو كود هو المحرر الاكثر توافقيا في حالتي وفي حالة الناس كله اولا هو الاخف ثانيا هو انا متعود عليه فمش هيوجع دماغي انا مش عايز محرر تاني هبدأ اتعود لي انا بتعلم بحاجة انا اساسا اتعودت عليه تمام فدي كانت الفكرة شفت قدرت التثبيت وسبتها على فيجر الستوديو كود تمام وبعدين دخلت في الدكومنتيشن بتاعي اللغة سيبته مفتوح قدام فبقدر ويتي عندي ايه الموقع بتاعي اللغة نفسه والفيديو بتاعي يوتيوب والدكومنتيشن الدكومنتيشن ده اللي عاملين اللغة نفسهم كاتبيه تمام حلو اوي الكلام ده فدخلت على الفيديو اللي انا بقولك عليه ده روح تفتحه عندي في جنب كده في الشاشة والناحية التانية فيجر الستوديو كود ده الوضع اللي انا بستخدم وروح تعمل ملف رست جديد وبدأ تكتب في الملف ده الكود اللي انا بشوفه في الفيديو يعني في الفيديو مثلا هو الرجل بيقولك ايه تعريف المتغيرات في اللغة دي بيتعرف بالطريقة دي طبعا انا عايز اعمل امبورت الباكيج او اضيف باكيج جديدة للغة فبتتضف بالشكل الفلاني وكمان في الفيديو ده انا فاكر روح تقب اغياب الموقع اللي هو قال عليه وروح تفتحه في تاب تاني عارف ان يحتاج له بعد كده علوة وكلم ده بعدين ايه بدأت امشي مع خطوة بخطوة هو الرجل بيقولك المتغيرات بتتعرف ازاي فبدأت انا كمان اعرف متغيرات انا عايز ايدي تمشي في اللغة يعني انا عارف الشكل اللي هو بيقول عليه فانا عايز ايدي تمشي في اللغة ومجرد ان اتعرفت على المتغيرات وتعرفت على اتباع خلاص انا كده ايه بداية كويسة بدأت اعمل ايه بقى بدأت اجرب اعمل اقلا حاس بقى بدأت اجرب اعمل حاجات ايه بسيطة عشان امشي ايدي في اللغة كل ده وانا قاعد نفس الجلسة اللي انا بحكي لك عليه تمام فبدأت امشي ايدي في اللغة عشان اشوف انا هستخدمها ازاي فوالله لقيت اللغة لأ كويسة والرن بتاعها كويس وطريقة الاستخدام معقول انا فعليا اتحمست خلاص نكمل بالمهم كملت معا الفيديو وانا عمال بطبق 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 واخد ايه الكود اللي انا بكتبه يعني انا دلوقتي كتبت الكود عن حاجة معينة اخده copy وحطه في ملف تاني يعني في ملف انا عمال بكتب كود مثلا عملت تعليق او comments فوق كتبت فيه variables كتبت المعلومات يعني سطر كده طويل او سطرين paragraph بمعنى اصح كتبت فيه الحاجات اللي انا محتاج اعرفها مختلفة في موضوع الvariables يعني كل لغة لها ايه اختلافاتها تمام فمثلا انا جمعت اللي انا محتاجه او اللي انا فهمته في جزء الvariables كله وروح تكتبه بparagraph كcomment فوق كده كتبت بعدها كل الvariables اللي انا عرفتها واختصار ليه copy و paste في ملف بعد كده بدأت اعمل ده في كل قسم بعد كده خلاص جربت الvariables جربت الفونجشن جربت الif statement جربت مش عارق ايه فالمهم في الاول الاخر بعد ما خلصت كل ده خلصت ده في حوالي مثلا ساعة او ساعة وشوي تمام انا طبعا زي ما بترك انا عارف الحاجات دي قبل كده واستخدمتها في لغات بالهابل قبل كده فما كانتش حاجة غريبة بالنسبالي ان انا اشوف ده او اتعلمه بالاسلوب ده واسلوب اللغة نفسه ما كانش غريب يعني راسة ما كانش اسلوبها بالنسبالي غريب بالنسبالي هي تعتبر كـ C++ في نفسها بصراحة فتماما انا كتبت C++ قبل كده فاللغة لقيتها ايه ماشية وحلوة والدنيا تماما فلاقيت نفسي خلص تعلمت البدايئة يعني تعلمت البدايئة اللغة خلص خلص وكتبتها وطبقت عليها ولقيت نفسي فاهم الموضوع قمت سيبت الجهاز بتاعي وفصلت شوية ده ضروري على فكرة ان انت تعمل ده لان انت خلاص انت ديت لمخك معلومات جديدة لازم تديله فرصة ياخد المعلومات دي ويزبطها بقى بنعرفته فقمت فصلت شوية مسكت الموبايل بتاعي وقعدت مثلا ان انا اقلب في حاجة او اخرج او اكل او اي حاجة المهم ان انا افصلت شوية عن الحاجة اللي انا كنت بعملها لما تأكدت ان انا خلاص خدت راحة بشكل مناسب بشكل كفاية وكده كمان كان ده معد الصلاف انا قمت صليت ورجعت تاني للجهاز بتاعي خلاص انا تعلمت اساسيات اللغة والدنيا تاني بدأت بقى بعد كده ادور زي ما قلت لك في المشاريع اللي انا دورت عليها وبدأت اشوف المشاريع اللي هي البيدئية اللي بتتعمل باللغة تمام مش مشروع بدئية مش الا حزمة انا اساسا بعرف اعمل الحاجات دي لأ مشاريع فعلا اللغة تبقى شطرة فيها ووالله بدأت اشوف الموضوع وبدأت اشوف مثلا اسكريبتات بسيطة باللغة تتعمل ازاي والحاجات دي اقا بدأت اتطبق به انا بدأت اتبسط خلاص ده الجزء الممتع انا بكلمك عنه ده ايه الجزء الممتع هل أنا تعلمت اللغة كلها؟ لا طبعا أنا لسه معلمتي برضو مش قوية في اللغة بس أنا هكمل تعليمي بتطبيق العملي وده اللي أنا شايفه مصحة خلاص أنا خدت البدايات أو الأساسيات بتاعت اللغة خلاص أنا كده كويس أكمل بقى التطبيق بالإيه بالشكل العملي فأنا ما خدتش وقت كتير في الأساسيات أصلا لأنني نعرفها بعد كده عارف أني لما تقابلني حاجة بتطبيق العملي أعرف أستخدمها زي مثلا تراي وكاتش دي حاجة في البرمجة بتخليني لما أجي أعمل عملية معينة أقول له تراي حاول تعمل كاتش لو الموضوع ده ما صابتش وكتب لي حاجة معينة أو اطبع لي حاجة معينة أو نفذ لي حاجة معينة كل التفاصيل دي كلتها إيه لوقت الشغل طب وجزء المكتبات برضو الوقت الشغل تمام أنا محبش المعلومات النظرية أنا قلت لك فبعد كده هدت الجزء اللي أنا أترك عليه ده وبدأت أطبق عليه بقى في مشاريع بسيطة باللغة لو أ مسلا يقولك إزاي تقدر تعمل كذا إزاي تقدر تعمل كذا الفيديوهات اللي تقى موجودة مثلا أي حاجة أ Nutellen أو تلاقي مثلا إزاي تقدر تعمل تطبيق سطح مكتب بسرعة إزاي تقدر تعمل برنامج لحساب العمر إزاي تقدر تعمل كذا دي تطبيقات مش مؤقتة هي تطبيقات بسيطة لكن بحاولت أننا التطبيقات البسيطة اللياخدها دي تعرفني أو تخلينا جرب مكتبات مختلفة في ايه? باللغة. يعني مسلا عملت برنامج بسيط اللي هو بيعمل اه بيانات او بينشئ بيانات لشخص. بيجيب لي مسلا مجرد ان انا كل لما اجي اشغل البرنامج او اكتب حاجة معينة او كده. يجيب لي بيانات لشخص معين. فكان في اي بي اي موجود على النت او حاجة كده يعني انا مش عايز ادخل في تفاصيل موضوع اي بس اعتبارها موقع كده بيخليك ان انت لما تستخدمه او تستخدم الكود بتاعه ينشئ لك بيانات فيك للمستخدمين. فبدأت اجرب. ولقيته بيديني شوية حاجات زي الصورة زي الاسم زي الايميل زي النوع زي الحاجات دي. فقولت طب عمل بيها تطبيق سطح مكتب وروح تعمل تطبيق بسيط كده برنامج بسيط خالص. قولي العلاية ان انا لما بفتح واجهة البرنامج. فوق فيك عارف شكل الحساب بتاع تويتر او فيسبوك نفس الشكل كده. وتحت في عندك زراير سيف وايه وريفرش. لما لما بدوس على سيف هو بياخد البيانات اللي موجودة. الاول هو بيعمل ايه? الفكرة كلها انه هو بينشئ البيانات. يعني دلوقتي مثلا هو لما بيجيب البيانات من الموقع فبيلاقي بيجيب صورة بيجيب اسم ويجيب الجندر اللي هو النوع والايميل والحاجات دي. تمام? وتاريخ الميلاد والحاجات دي. فهو زي الموقع دي بيانات عشوائية. الفكرة كلها بدأت اعمل ايه? بدأت اعمل اين? شويت بقى حاجات عشان ايه? اشتغل. فبدأت مثلا ان انا اقول الصورة البرواز بتاع الصورة ده مثلا يبقى لونه كان بيه لو هي بنت ويبقى لونه ازرق لو هو ولد. طبعا ده مارش علاقة بالحاجات ضد الرجل والمرأة خلص بس يعني ايه? حاولت اوظف اللي انا اتعلمته في اللغة في حاجات مختلفة. تمام? والبيانات موجودة قدامي على الشاشة. لو عملت تسيف يعمل ايه? يحفظ لي في ملف تيكست البيانات دي. ملف تيكست وجنبه الصورة بتاعت الشخص. وايس جدا. فالبرنامج يعتبر ملوش لازمة قوي. ما انت شايف هو مش حاجة رهيبة حاجة انا مش استخدمها يعني. بس ايه? خلاني ان انا اطبق بتطبيقات سطح المكتب على اللغة. فليت الموضوع كويس. فده كان اول يوم لي مع اللغة. تمام? يوم واحد. زي ما قلت لك انا اخدته من الاول انا بحاول اشتغل بدري على فكرة. يعني انا وانا بسجل لك الفيديو ده فانا بسجل لك بدري خالص. انا من نوع الناس دي. بحب ان انا مثلا اصالي الفجر. وابدأ اتعلم او ابدأ اعمل الحاجة اللي انا عايزها. فوقت الصبح ده بالنسبة لي مناسب. طبع ان انت شوف الوقت اللي مناسب بالنسبة لي. عملت ايه? ساعة روحت اعمل الموبايل بتاعي صامت. خالص وبعدت عنيه عشان انا مش عايز مشتتات. انا عايز اركز في الحاجة اللي انا هشتغلها النهاردة. واتعلمها. برضو قفلت الاشعارات بتاعت الويندوز. قفلت حاجة اسمها الفوكس مود. فما بتجيب ليش اشعارات. ليه? بحاول اقلل او التشتيت بقدر الامكان. انا مش عايز حاجة تشتتني. انا عارف ان النهاردة انا فاضي. ما عنديش حاجة مسلا او خلصت شغلي. اخلاص انا عارف ان هادة اتعلم كزا من الوقت ده للوقت ده فعايز الوقت ده يكون اكبر افادة ممكنة. بس وبعد كده بدأت زي ما قلت لك ان انا خلاص واول يوم عدى وده مش هقول اصعب يوم لكن بيبقى اليوم اللي انت بتاسس فيه نفسك للغة. مهما ان كانت اللغة الجديدة دي. فخلاص انا اسست نفسي كتبت كتبت وبدأت عمل بيها برامج صغيرة اه انا معاك لكن بدأت عمل بيها برامج وبدأت استمتها. انا دلوقتي انا عن نفسي انا عارف احمد سامي انا جاهز ان انا اقدر اكتب برمجة اكتب برمجة باللغة دي اعمل بيها الحاجات اللي انا نفسي فيها بقى. فخلاص عارف ان بشوية جوجل تمام? هقدر ان انا عمل البرامج اللي انا نفسي فيها. طبعا انتقلت الحبيب قلبي لينكس كالعادة لان انا اساسا انا تعلمتها عشان اشوف اعمل بيها ادوات لينكس. فانتقلت اللينكس وبدأت برضو كالعادة ان انا ابرمج حاجات بسيطة باللغة برضو. حاجات بسيطة في الاتجاه اللي انا عاوزه بقى. خلاص يا انا انه امبارح او اليوم اللي انا تعلمت فيه الاولاني. ما مكنتش بعمل حاجات اللي انا عايزة. كنت بعمل برامج عشان اقدر اجرب كل جزء في اللغة. كل جزء انا تعلمته في اللغة. المهم ان انا اطبق بشكل العملية على اي حاجة انا تعلمتها. تمام? فانا انا اتعلمته عن في اللغة طبقت بيه في بيانات المستخدمين اللي انا بحطها. اللي انا اتعلمته عن عملته. اللي انا اتعلمته عن طريقة ان انا اعمل بها تطبيقات لسطح المكتب برضو جربتها بيها. تمام? فان انا اتعلمته ازاي اقدر اعمل للملفات. ان انا اقدر اكتب ملفات نصية. فبردو جربت ده. تمام? ففي اليوم الاولاني زي ما انا انا جربت الحاجات اللي انا اتعلمتها في اللغة الاساسيات بكل الطرق الممكنة. زي ما ترك في اليومي التاني لما بدخلت على الانكست بدأت اشوف الموضوع. طب انا عايز اعمل حاجة تعمل لي ايه? دي حاجة من الادوات اللي انت بتسخدمها لو انت في مجال او الحاكر الاخلاقي او الحاجات دي. فبدأت ان انا شوف الموضوع بيتعامل ازاي? وشوف المكتبات بتتعامل ازاي? وبص من وقت للتاني على السكريبت اللي انا اتعلم اللغة في الاول. فبدأت برضو بصر واشوف الراجل اللي كتبه كتبه ازاي? ده هدفي في الاساس. انا خلاص رأتي اللغة بالنسبة لي كويسة. وقدر اتعلم. لما بتقابلني وانا شغال كده. وانا بشوف السكريبت بتاعه. مكتبه هو استخدمها حاجة انا مش فهمة. بروح داخل على او المكتبات بتاعت اللغة. وابدأ ابحث عنها. عادي في جوجل واشوف الموضوع اعمل ازاي? واشوف استخدامها ازاي? وابدأ اطبق بافكار بسيطة? الحاجات اللي انا شفتها في اللغة. وبدأت من بعدها ان انا اتطور في اللغة واستخدمها اكتر وهكذا وهكذا وهكذا. طيب. نطلع بايه بقى استفادة من اللي انت سمعته ده كله. اللي ان لخص لك الكلام ده. انا عارف الطريقة اللي بتسهلي في التعليم. كويس? ان انا درتي عارف ايه اللي بيسهلي في التعليم. عارف ان انا مثلا من نوع الناس ان الطريقة دي بالنسبالي افضل. طيب عارفتها منين ان الطريقة دي بالنسبالي افضل? بالممارسة. يا زي ما انا قلت دي مش اول ولا تاني ولا تالت ولا خامس لغة اصلا اتعلمها. فانا مع الخبرة اللي فاتت دي انا عارفت ايه الامثل بالنسبالي. الطريقة الافضل اللي نقدر اتعلم بيها. وزي ما انا سمعت قبل كده من شخص اجنبي كان بيقولك اهم حاجة في التعليم انك تعرف ازاي تتعلم. انا عارف الجملة دي مش كلشية ولا حاجة لا. انت فعلا لازم تعرف ازاي تتعلم الحاجة اللي انت عايز تتعلمها. فلما تتعلم الحاجة دي خلق انا عارفت اسلوبي المناسب ليه في التعليم. عارفت انا عايز اتعلم ازاي. خلاص? انا عارف ان انا بمل بسرعة. ما ينفع شرمي نفسي في كورس طويل. تمام? انا عارف ان انا عدد الفيديوهات بتشتتني. يعني لو الفيديو الساعة ده متقسم على مثل خمس فيديوهات انا ممكن اكسل شوية في ده انا اسمها. لكن لو سمعتوا في ساعة واحدة هيبقى افضل. ما بحبش الناس اللي بتلغي. بحب الانجاز. احب ان يديني معلومة بسرعة. مش لازم يدالي تفصيلية لكن يدالي بسرعة. لاني عارف ان اقدر اجيبها بعد كده. فبالتالي قدرت ان انا افصص المعلومة وافهمها هتمشي ازاي. خلاص انت فهمت انا اصدقى دلوقتي. بس فالطريقة دي خلتني اقدر اتعلم الموضوع ده. برضا انا طبقت نفس الطريقة دي لما جيت اتعلم تطوير تطبيقات الاي او اس. لما جيت اتعلم كزا. لما جيت اتعلم كزا. الموضوع ده بيسهل علي وبيخليني اقدر استخدم الحاجة دي في حياتي. فاهم حاجة اعرفها ازاي تقدر تتعلم. تمام? ازاي تشوف ايه المناسب لك وتتعلم منه. في فيديو اكرر اكرر الكلام عنه تاني اسمه الخلاصة كيفية تعلم البرمجة للمكفوفين. فلو انت هستعلم برمجة اسمع الفيديو ده. انا شايف انه فيديو جامد جدا. ليه فيديو جامد? لاني انا بلخص لك الحاجة اللي انت محتاجها ككفيفة انك تتعلم بها. كويس? ان انت كشخص كفيف مسلا. عارف ان انت محتاج واحد اتنين تلاتة. ومحتاج اللي يشرح لك. يشرح لك بفكرة واحد اتنين تلاتة. عشان تعلم برمجة. انا فتح القناة دي او شغال على القناة دي بشكل مستمر. من اول الفين وسبعتاشر. ما دلوقتي في الفين تلاتة وعشرين. فاعتقد ان انا عندي الخبرة الكفاية اللي تخليني اقدر اقول ايه الطريقة اللي المكفوفين بيتعلموا بيها. وبيستجيبوا بيها بشكل مناسب. طبعا في فرق فردية. انا معاك جدا في الرأي ده. لكن الاهم ان في حاجات مش هنختلف عليها. ان ان انت ككفيف محتاج الكود اللي انت اي كود بيتكتب محتاج تشوفه. محتاج اللي بيتكلم ده. يقول لك انا فتحت قوس. انا قفلت قوس. انا عملت. انا سويت. ما انت لازم تفهم. ما انه هو لو قال لك برينت هالو وورلد. بس كده وسابك. طب هل هو برينت وكتب بعدها هالو وورلد. ساب مسافة ولا ما سابش. طب حطها في علامتين ولا ما حطش. طب عمل اقواس ولا ما عملش. طب نزل السطر ولا ما انزلش. يعني اللي مبصرين دي حاجة مناسبة. هو ما عندهش قدر اتعلم بها. اسمع الفيديو ده لو انت لسه مش فهم قوي في البرمجة او مش فهم تتعلم ازاي. وهحاول تطور لك طريقة للتعلم مع الوقت. طبعا مش بتكلم الكلام ده بس في البرمجة. انا بتكلم الكلام ده باي حاجة في حياتك. المذاكرة بتاعتك في الكلية في الموضوع ده. يعني انا مثلا لما حتكت قبل كده ان انا كان عندي كمية كبيرة من الكلمات كنت محتاج اعرفها في الايطالي كنت لسه داخل الجامعة جديد. فانا عارف ان لو اعادت فتحت القموس او اعادت فتحت الملفات انا همل. انا اتدامش طباتي. انا اترك ان انا ما بحبش الحاجة الطويل. عملت ايه? كتبت لعبة. عملت النفس لعبة بسيطة. دي ما كانتش فكرة مبتكرة يعني انا شفتها. كان اسمها زي طايب. زي طايب دي عبارة عن ايه? عندي مسدس تحت كده وفي مركبات فضائية بتيجي من السماء. تنزل من فوق اللي تحت المركبات الفضائية دي علاها كلمات. كويس? الكلمات اللي مكتوبة على الكلاب الفضائية طب انا بدمارها ازاي? كل ما بكتب جزء من الكلمة دي. معناها مثلا كلمة كارو معناها عزيز او غالي. فبكتب سي اي ار او. تمام? كل ما اكتب حرف صح. يحصل ايه? كل ما اكتب حرف صح. السلاح اللي معايا تحت يضرب طلقة في المركبة الفضائية دي. لما خلص الكلمة لمركبة الفضائية دي تتفجر. طبعا لو المركبة الفضائية دي يوصلت للشاشة من تحت. انا مت. او خسرت ايه? قلب من القلوب بتاعتي. فكرة اللعبة بسيطة ومسلية زي ما انت شايف. طب ايه اللي خلانا عاملها بالشكل ده? اللي خلانا عاملها عملتها وايو وقتها وعملتها اني بتاخد الكلمات من ملف نصي. فبالتالي انا بقيت اجيب الكلمات اللي مطلوبة مني ان انا احفظها دنهاردة. مثلا في الكلية لاني بتبقى كلمات كتير. فانا مثلا عندي في النص ده او عندي في الترجمة دي الكلمات دي كل انا محتاجة احفظها. فبالتالي بروح هاو حاطت الكلمات للعبة وابدأ ايه? اتسلى طول الوقت في ان انا قاعد بلعب اللعبة. فانا فعليا بتسلى واقاعد بلعب. لكن في نفس الوقت انا قاعد بتعلم. فبلاقي نفسي مثلا انا قاعدت لعبة اللعبة نص ساعة او ساعة. كتير ساعة على فكرة. اكون مثلا حافظت كل الكلمات اللي موجودة عندي دلوقتي. فبالتالي انا ما مليتش انا مش بعد يوم جامعة طويل انا تعرضت للملل وازهقت. لأ. انا بعد يوم جامعة طويل اعدت لعبت لعبة وتسلت جدا. وفي نفس الوقت لقيت نفسي ذاكرة الحاجة اللي علي. طبعا مش في كل حاجة الطريقة دي بتنجح. لكن انا بشوف الطريقة اللي تنسبني واتعلم بها. فزي ما انت شايف انا شفت الطريقة اللي تنسبني سوقا في المذاكرة. وشفت الطريقة اللي تنسبني سوقا في تعليم البرمجة ومشيت بها. وده اللي انا شايفه انا من وجهة نظري شايف ان ده لما انا هجبت الاحسن. ان انا اتعلم زي ما بسموها الاجانب. ان انا تبقى ايدي على الحاجة. او ابدأ اطبق على الحاجة اسرع وقت ممكن. ما حبيش اخد معلمات نظرية خالص. فهي نفس الفكرة. فزي ما قلت انا حتى في الكورسات عندي بانطبق ده. لو خدت بالك ايه بتاخد مسلا خلينا كورس البيتون. تاخد اساسيات اللغة. خلاص خدنا اساسيات اللغة فحنا تمام دلوقتي. بعد كده بعد ما تاخد اساسيات اللغة نبدأ بقى ايه طب دلوقتي احنا عايزين نتعلم حاجات متقدمة في اللغة. طب هنتعلمها برضو بنفس الطريقة. ان انا هفتح ملف وعدك تقول لأ. نبدأ ناخد تطبيق. تطبيق عملي مثلا نبدأ نشوف فيه. فمسلا تطبيق جيو اي او برمج سطح المكتب. فنبدأ نطبق بي. واحنا بنعمل بتطبيق جيو اي هتقابلني حاجات عرفها لك. واحنا برضو بنعمل لعبة لان احنا عملنا لعبة في كورس البيتون. واحنا بنعملها برضو قابل اتنى حاجات فانا شرحتها لك واحنا بنعمل اللعبة. برضو نفس الفكرة في جزء الويب. ترحت بدايات الاتش تيميل والسي اس اس والحاجات دي كلها وطبقنا عليها بشكل كويس. بعد كده بقى بدأنا مسلا الجزء اللي هو بتاع السي اس اس التطبيق العملي. عايزين اقول لك ايه? احنا عايزين نعمل الانيميشن دي. فانت شفت الانيميشن بتتعمل ازاي? نعم? حركة يميني وشمال او اي حاجة. طب عايزين نطبق عليها في المشروع ده. واحنا بنطبق بشرحالك. فبالتالي انت ما بتملش ما بتحسش انك بتتعلم حاجات جديدة. وطول الوقت بيخش معلمات انت بتتبصب بان انت بتنجز حاجة. وانت بتنجز الحاجة دي بتلاقي اللغة او الحاجة الاضافة دي دخل جوا دماغك. بس. فاتمنى تكون الفكرة دي فديتكو في حاجة. يعني انا عارف ان فكرة راست نفسها كلغة هي مش حاجة محمسة اوي او مش الحاجة الرهيبة اللي انت ممكن تشدلها اوي وانا بشرح. لكن الفكرة كلها مش عايزك تهتم براست قد ما عايزك تهتم بالفكرة اللي انا تعلمت بها. زي انا بتعلم لغة برمجة جديدة. او زي انا بساهل على نفسي الحياة لما باجه اتعلم شيء جديد. فقول لي ايه رأيك في التعليقات. ولو عندك ايه سؤال او اقتراحات برضو سيبها ليه في التعليقات. فاز اطول عليك. انا معكم احمد سامي. سلام عليكم.